لائحة الثمانية وعسرين لاعب اللي اعلان عليها هو وليد رقراقي كل شي يتساءل لائحة واش مزيانة منطقية لاعب اللي كان وشو ما اللي يسهلو حاليا مثل المنتخب الوطر المغربي واش وليد رقراقي كان خصو يعيط على شي لعاب وما عيط عليه واش هاد العاب هادو كلهم المستوى ذي هلهم زيان وغادي يفيدوا المنتخب المغربي في الماتات اللي جايين ومن اللي كان قوله الماتات اللي جايين عندنا الرأس الاخضر وعندنا المنتخب دي جنوب افراقية اللي لعبو معهم كان وجدوا من طبيعات الحال الكأس امم افراقية اللي جاية الخدمة غادت بدأ من طبيعة حال من دابا باش المنتخب وليد رقراقي يكون عندو جميع البلاو جميع الانظيمة والخوطة طبيعما فيهم حتى اللاعبين ليصلاحوا الوالد والمنتخب المغربي باش يمتلوا المغرب فلكان اللي جاي اللي الخدمة بدات من دابا هما هادو اللائح اللي يعلن عليهم وليد اللي استيتنا انا هاد المرة ما كانتش ندوه باش يعطينا نظر ديالو على اللعاب اللي عايط عليهم وكذلك الاسئلة دي الصحافة اللي شكونوا من اللعاب اللي ربما كيشوفهم ما تعايطش عليهم يطرحوا عليه الاسئلة ويعطينا وجهة نظر ديالو وليد عليش مبنية فأمور لي مزديان خصة تكون ان شاء الله انت منه وترجع كيف ما كانت في الحقاب السابقة مزيان ان الجمهور المغربي يعرف وجهة النظر والرؤية دي المودر فهدي اللائحة اللي علي عليها تبني وعسري اللاعب اه 18 اللاعب منهم اللي كانوا في كأس العالم اه استد لعاب اللي رجعوا للمنتخاب المغربي جوه لعاب اللي اول مرة يتناد عليه من المنتخب موطيع اللي اول مرة يتناد عليه السهل حارس ديال الوداد اللي حاليا قدموا السواب زيان في الفرصة اللي اخضاها من اللي التضرب التاق نوتي سماع القندوس اللي اعتبروا احتووا لعاب جديد حيت حالا دي كانوا عيطوا للمنتخب المغربي وده برجع ولكن اعتبروا لعاب جديد في ظل انه مده دي مجلس المنتخب لاعبين دي البطولة حسب الاخبار الرسمية بانه وليد خلاهم الفرق ديالهم بحكم الالتزامات اللي عند الاندية المغربية خاصة اللعابة دي للويداد بحكم الويداد غدا تلعب فينال ديال الشامبيونس ليج كذلك اللعابة اللي ما كينينش والناس غادين يسولوا على السبب ديالهم علاش ما كينينش منهم حارت منهم املح ومنهم اوناحي بحكم انهم لعابة اللي توتيلير في المنتخب المغربي ما كينينش بسبب انهم عندهم اصابة اللي كانت منوليهم الشيفاء ومنكم اللي يسول فين هو الخنوس فين هو عبد صامت زلزولي فين هو شادي رياض فين هو كذلك كيش طاع فين هو كيش طامدروب كانت منولي الشيفاء فين هو بنيامين بوشواري هاد اللعابة هادو كاملين فواليد رقراجي خلاهم للمنتخب الاولمبي باش يبدو المعسكر ديالهم على المدرب ديال الاولمبي باش يوجدو الكأس امم افراقين اللي يتنظم في المغرب ومنها ان شاء الله هاد تكون البوابة والتأهل للأولمبي هادي اللائحة فهذا بغادي نمشي ونوزعوا اللائحة على البوست ديال كل اللاعب باش هنا غادي نمشي ببوست ببوست وكل البوست وصلنا ليه غادي نهضروا عليه ونشرحوا جامع الأمور اللعب في كيلعب الى آخره ونهضروا على اللائحة بتفاصيل ديالها كاملة تربع ديال حراس يستهلوا ياسين بونو اللي كيقدم خدمة كبيرة مع ايشبيليا في المسابقات اللي كي يعتمدوا عليه خاصة في اليوروبا ليك في داير خدمة كبيرة وصل معهم الفينال اللي عندهم الفينال ان شاء الله غادي يكون ه هادي مونير المحمدي كيقدم ماتاتات واعرين في سعودية وكين عروض عندو منو معرضي القادش في اسبانيا كينش منو انو يرجع الاسبانيا فمطابة حال كين فرق ما بيه التنفسية هنا والتنفسية في الخليج بن عبيد المهدي الحارس ديال الفتح الريباطي كي يقدم ماتاتات مزيانين وموطيع اللي هضرنا عليه بانه الخدمة اللي دار فالوقت اللي عاولات عليه الويداد فاصعب ماتاتات منهم ماتاتات ديال سينبا وكذلك ديال ماميلودي سانداوز دوزهم ببيلانتيات وماللي دوزهم كذلك في الماتاتات روتور مع ماميلودي في جانب افرق اي دار خدمة كبيرة فحارس اللي السهل انه يكافؤوا لدرق راقي وعيط له المنتخاب المغربي المدافعين اللي رقم جاني كبير حسب المنظور الشخصي ديالي فإذا لانه من اللي تعيطه على جزاف ديال المدافعين للرقم ديال عسر ديال مدافعين ولا عندنا فراغ في الميليو تيران يعني اللي كان يتعيط لهم الميليو تيران تعيط بالمقابل اللعاب ديال الدفاع وشواليد راقي مع اول انه في كل ماتش يلعب مثلا خمس ديال مدافعين حيث عدد ديال عسر ديال المدافعين ولا يلعب برباعي وفليشونج مو يبدل اظهر او انه يبدل لعاب ديال محور ولا بغي كل ماتش يلعب بتشكيله وفيها مدافعين ديال اولا بش يشوف ويوقف على الجهيزية ديال 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 ديالد لعاب هادو فنشوف وديلعاب حاكمي مزراوي في المن مسألة عادية العودة ديال ماسينة وفهد موفي والغياب ديال يحيان عطيت الله اللي قلنا بانه بالتزام دياله مع الوداد ديال رياضي لعضه فينال فخله يبقى مع الوداد ماسينة اللي رجع من احد اصابة مع الفارق دياله ده بحالية رجع كيلعب مع اوديني زي فهد موفي اللي د يلعب مع الفارق في بورتغال. لعبة ديال لاكس سنترال السدي المدافعين شوية رقم كبير. فدل انه في كأس العالم وكانوا عندنا فقط خمسة. اه هنا ولا عندنا لعب من المليو تحيد وكان تعود دياله باللعبة ديال ديال لاكس سنترال. عندنا جواد ياميق اشرف ضاري وسماعي القندوس سماعي القندوس اللي السال در خدمة كبيرة حتى في المسابقة ما فرقته. كل عبو مؤتر سايس نيف اكرد ما نضروش على اللعاب التوتيلير ديال المنتخب. وعب الكبير رعب قار لعاب ديال الالافيس اللي حتى هو عيطيه مع هد لاعبين ديال الدفاع اللي العدد دياله مستة. ثلاثة في اليمن وثلاثة في المحور في اليسر اللي غالبا غادي يكون سايس نيف اكرد ولعاب الاخرين غادي نكونو كل عب اللي بودلاء وهنا رقم كبير غادي يبقى في البنتوش ديال القلب الدفاع الا والي ديال كان كل ما تلعب جوج وشانج مو كذلك حتى فرصة للعابة اخرين والماتش اللي من مورا كذلك اضاة جنوب افراقيا. يلعب جوج ويقل الساة وتاني الاخرين اللي ما لعبوش في المو اللي يلعبو في الماتش ديال الول مثلا ضد رأس اخضر وهنا ويبغي يشوف كل شي فما فهمناش الرؤية والفكر كامل دي الوالد هنا علش كنت كنت منه تكون ندوى صحفيه حتى الاسئلة اللي الطرح ويطرحوا فاتصية قبل الجمهور المغربية يفهم الرؤية دي المدرب ونبقوا وغادين كامل في واحد الرؤية اللي واضحة فشخصيا انا كان تقيق في الخيارات دياله وليد الرقراجي ولو يكون واحد الاختلاف واحد المركز او لعاب ولكن ما ماشيش حاجة لمؤترة عندنا تقيق في والد والقناع والخيارات دياله ولكن كنا غير نفهمو عليش بنية خاصة في العدد دي اللاعبين ديال بدي فعنا بشو لعابة ديال الميليوتيران وهنا غادين ناظرو بانهم اللي تنادع لبزاف ديال المدافعين نقص لنا الميليوتيران سوفيان ام رابط كدبلور دياله وهذه يكون عمرها اللوزا العابة اللي من هادروش على الاداء ديالهم فذل انه وكن عارفهم وكن تبعهم العابة اللي كيلعبوا تيتيلير الاخر مع فيورونتينا والاخر مع واتفورد كيلعبوا رسميين مع الفوروق ديالهم اه ايليا الشاعر اللي رجع من بعد ما كانت عنده واحد اصابة اه عبد الحاميد الصابيري وكذلك اللاعب السابق ديال فيورونتينا وسبق لي جاء المنتخاب المغربي في العهد دي المدرب السابق ووحيد خالي لوزيتش كان وقع عليه مشكل مع المدرب السابق في ظل انه مكانش بغي يلعب في واحد الماتش وفضل انه ميلعبش حيث كان عنده شك ومن بعد فاو كان رسله واحد الاعتدار الجامعة بانه بغي يلعب مع المنتخاب المغربي تسوت الامور اذا بحاليا هو رجعو لي كيلعب حاليا في ليتشي في الدور الايطالي الماتش هاد العام ملعب بزاف مع فرق شوه لكن ثلاثة الماتش هاد الاخرين في قدر رسمي يوم اكيب مبقاش كيلعب ولا دقيقة ثلاثة الماتش هاد الاخرين على التأول يما لعبش المستوى ديالو مزيان 24 سنة اه لعاب اللي ممكن انه يلعب لك ميليو سنترال يلعب لك ميليو ديفونسيف ويلعب لك كذلك كروليور اللعاب اللي فرجليه الكورة ولعاب اللي من طابة الحال صغيره المستوى ديالو رهم زيان للامان المستوى ديالو صالح للمنتخب المغربي بشاري طيب انه يكون كيلعب رسمي مع الفارقة ديالو اه الي يشاعر فالبوست اللي هو فيه كعسرة ما عندناش لعابة اللي هما كتار في الميليو تيران وهنا علش هادرت اللعاب ديالو الدفاع عندنا بزاف الميليو تيران شكل يتحييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي التعويض لم يكن في نفس الكمية والكيفية لا يوجد بوست بوست اللعابة التي يتعوضها بسمية آخرين لم يكن في ظل أنه يرى اللعابة المليوتيرة هذا هو العدد وهناك كل واحد في البوست إلا إلا كان والد يدخل زياش اللي عندنا زياش هو اللاعب بوخلال في ليمن إلا كان والد معول يدخل زياش المليوتيرة ويدي واحد من الدراري دي الأجنحة الجيل الأخرى بيكون كدوبلور أو لعب أساسي مع زكريا بوخلال في البانضة فعندنا زكريا بوخلال دابا ويدريسي اللي رجع للمنتخب المغربي أسامة إدريسي ويسهل يرجع خدمة كبيرة دار مع الفارقة دياله من اللي رجع لهولندا التوج مع فارق دياله اللي يقدم ماتشات مزيان حتى في المسابقات الأوروبية كان غادي بطارقة اللي هي مزيانة فداير ماتشات مزيانين ويسهل أنه يرجع للمنتخب المغربي أناس الظروري سوفيان بوفال اللي في اليسر والزلزولي فهو خلاه يمشي كذلك مع المنتخب الأولمبي هنا السؤال بدراري بزاف كيسوله ومن طابق الحال كنشوف دراري اللي كيسوله على راحيمي واش مكيناش بلاسسو أنا كنشوف راحيمي إلا كنتي غادي تجيبوا وتقلسوا كخيار ثالث بحال هذه الصور اللي كنا شفنا في آخر ضغط فيفا ومن ثم أوقاش يتعيط عليه فربما بأنه المدرب عنده واحد لعابة اللي كيشوفهم هو بأنه حصل من سوفيانة راحيمي وسما إذا ريسي داير خدمة كبيرة مع فرقته أناس الظروري وبوفال راهوا مع المنتخب المغربي من كأس العالم فكان نظر بأنه 18 لاعب اللي بقاوا حاليا من لائحة دي الكأس العالم فهو في حد ذاته رقم اللي قليل فيعني بدينك تبدلوا الجيل دي المنتخب المغربي بسبب الأيصابة بسبب أنك أخصك تعطي لعابة للمنتخب الأولمبي فما خصناش نخرجوا بزاف على هذيك اللائحة اللي كانت في كأس العالم يكون فيها إصلاح للعاب اللي السهل يكون اللعاب اللي يجتهد يرجع منهم حتى راحيمي راكي يجتهد مع الفرقة دياله ولكن ربما وليد رقراجي كيبال لي بأنه مكينش بلاصة السوفي الرحيمي فاد اللائحة هذي وفادل أنه أصلا كما قلت بأنه عندنا بزاف دي المدافعين فأوتوماتيكيا يعتك نقص في اللعابة دي الأجنحة وللعابة دي الميليوتيران وهذا الشي اللي وقع لنا في الأخر رجعنا لكل بوست فيه لعاب ودوبلور دياله وهكا غديكون غالبا تشكيل والتموضوع والتمركوس ديال اللعابة في اللائحة أو في المفكرة دي الوالد رقراجي هذا كيبقى فقط كتحليل لشنه يقدر يوقع إما خبايا الأمور عالم عليها فقط وليد ممكن يكون شي مشكلة مع سوفي الرحيمي ممكن أنه يكون ستيل جو ديال للرحيمي ما دخلش الوالد في المفكرة دياله أو بالعربية ما عاجبوش في طريقة اللعب دياله هناك يبقى فقط كاحتمالات وكفارديات إما كآداء عطاء السوفي الرحيمي في اللعاب اللي مزيال المستوى دياله بكل منطق وبيكون اللي صراحة اللعابة ديال اللافونسون طار عندنا ربعة ديال اللعابة العودة ديال اللاعب طارق تي سودالي اللي رجع من واحد العملية كندار رجع كي لعب مع الفرقة دياله كي لعب مزيان كي خدم مزيان كي يجداد والاجتهاد دياله هوا رجع المنتخب المغربي في ظل أنه عندنا اللعاب اللي كانوا نسيري الحمد الله وشديرة نسيري بوحده اللي نكونوا واقعين هو اللي مكونفارمي البلاسة دياله وشهاد رسمية فاد اللائحة كاملة في ظل أنه البوست دياله اللعاب اللي كيدخلهم اللي ما كيكونش هو أو كي يبغي المدرب يحييذو كيدخل مثلا حمد الله وشديرة باقي ما كيرش هذيك الخدمة الملموسة اللي ممكن أننا نقولوا بأنهم هات جوج حمد الله وشديرة أتعوّل عليهم في حالتي لما كانش نصيره وفي حالتي لادرتي بلون اخر بلون جو اخر ما زال ما مقنعوش الجمهور المغربي وهذا هو الواقع عليها تعيط الجي سودالي ومزيان تكون هات تنافسية ما بين هاد ربعدي اللاعبين واللعاب اللي موجود واللي كي يجتهد واللي كي يخدم واللي كي يتاحوا ليه الفرص والخدمة دياله هو كمواجم يترجمهم الاهداف فمنطع بالحال هو اللي يستهل يكون في المفكرة هو اللعاب أساسي أو لا خيار أول في حالتي لما يلعبش اللعب الأساسي في التشكيلة وفي الخيارة بدي المنتخاب المغربي مع واليد احنا مقبيلين على واحد المحطة اللي هي فيها المنتخاب المغربي سيلاعب مع المنتخابات اللي والله تعرفها كيف أشكل اللعبه ففضل الوصول الكبير دي المنتخاب المغربي في النيائي دي الكأس العالم الدومي فينال فكي يبين بأنه المنتخاب مطلوب عليه لأنه يبقى محافظ على أغلب العناصر دياله باش متشتشت هذه الخدمة اللي كانت زائد تبدال الخدمة على البلومبي ففضل أنه ونقول المطالبين لأنه نديروا اللعب مع أخوصهم اللي غالباً أترفض أنها تلعب معك الكورة وترجع لك اللور وهي اللي تساينك فرض الفعل انتالي تدير الفعل ولا يتساينك فرض الفعل فهنا خاصنا ولا بده واليد من ده بيبدأ يخدم على البلومبي كي بقى واحد السؤال واش هاد لائحة هدي دي الواليد لائحة اللي منطقية واش مظلم حتى شي واحد شخصياً في دي المعطايات اللي قلنا دي الإصابة دي البعض اللعابة زائد الالتزامات دي البعض اللعاب اللي خصوهم يبقوا مع المنتخب الأولمبي زائد اللعابة آخر اللي خصوهم يبشيوا الفرق ديالهم منهم اللعابة دي اللي ويذت خاصة نحية عطيت الله فكنشوف لائحة منطقية مظلم حتى شي واحد خيلة اللعابة اللي عند ناره هم هدو اللي يستهله كيبقى بين قوسين سوفينا رحيمي فضل أنه اللعاب اللي كي يجساد وكي يخدم ومؤثر مع الفارق دياله في الإمارات مع العين ولكن من اللي كنشوف اللعابة اللي كينا في البلاصة دياله عندك بوخلال عندك وسماء إدريسي اللي رجع اللعابة اللي مزيانين للآمانة ما عندك مجقول في الجهة الأخرى سوفينا بوفال آنس زروري رامن اللي كنقوله سوفينا بوفال راح لعاب اللي مؤثر ولعاب اللي معوّع اللي والد رقراقي في 11 اللعاب اللي كيبدا بهم كأساسيين فهناك يبقى عنده في كل بوست شوفة دياله والرؤية دياله فلهذا انمشوا مع الخيارات ديالواليد ممكن ان الجمهور المغربي ما يتافقش مع واليد فشي بوست ولفشي خيارة ولفشي لعاب ولكن غالبا واغلب الجمهور المغربي خاصةً اللي كيتبع الكرة هد يكون تايق في الواليد رقراقي وفي الخيارات ديالواليد رقراقي حيث أنا بصراحة تايق فيه والد رقراقي ينسلم عقول اللي فصالح دين المنتخاب المغريبي ويخدم من اجل ان المنتخاب المغربي يكون مزيان لائحة راضي عليها بناسبة 98% فهدو من اللعاب اللي افضل معنا حاليا كين اللعاب اللي ربما يجيوكم فبالكم فكين الاسباب علش ما كينينش فكين الاسئلة وله هاد السبب لي عندو شي سؤال لي حاول انه غدرش الله انديروا واحد لايف منش حالا دي ما درنا لايف كتافينا فقط فيديوهات لي مصورة الحلقة الجاية ان شاء الله غدا تقول لايف نطلقها واي سؤال عندكم هنا موجودا نجاوب عليه ان شاء الله ونديروا واحد حلقة تكون طويلة شي شوية فهدو اللي كاي الاخوة ديالي الاسطاقرام الاخوة هوا اللي بغي يدخل اللي عندو الاسطاقرام كي بغي يشوف الجديد الاخبار حتى النشاط ديالي لبعض مرة ما كنبارتاجيش هنا في قناة في يوتيوب او حتى في الصفحة فيسبوك فهذا الاسطاقرام الخاص بيا دخلوا وديروا فولو الاخوة اللي عندو الاسطاقرام وما بقى لي الا نودعكم كي جاتكم توم اللائحة واعطيوني الرأي ديالكم في هذه اللائحة وما تبخلوش علينا الاخوة بالدعم ديالكم لايك كومونتيرو ببارتاج شكرا لكم كان معكم الحجوي من قناة منتخب فانز السودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله